وينضموا معنا من أسطنبول المحلل العسكري العميد أحمد رحال أهلا وسهلا بك عميد أحمد معنا في هذه النشرة يعني لا تزال تداعيات الضربة الأمريكية في سوريا مستمرة هل برأيك واشنطن ستواصل نفس السياسة أثناء أي مفوضات مقبلة أو سيكون لها أثر على المسار السياسي؟ مساء الخير من حيث المبدأ واضح أننا أمام إدارة عسكرية أمام إدارة سياسية للرئيس ترامب تختلف تماما عن إدارة أوباما هناك اهتمام بحلفائهم في المنطقة وهناك اهتمام بكل المخالفات وبكل العبث والعربة التي يقوم بها طهران ويقوم بها نظام الأسد مدعوما من موسكو ومن نظام بوتين وبالتالي أنا أعتقد إذا ما كانت هناك أخطاء أخرى إذا ما كانت هناك مجازر أخرى فلن تتوانى الإدارة الأمريكية اليوم هناك تفويت طلبه الرئيس ترامب من الكونغرس من أنه قد تكون هناك ضربات أخرى بالأمس استمعنا إلى مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن التي قالت إذا ما عاد الأسد إلى استخدام الأسلحة الكيميائية فلن نتوانى عن إعادة ضربة أيضا قالت أنه يجب أن نتوقف هذا الدعم من قبل طهران ومن قبل موسكو نظام الأسد الذي يقتل شعبه يجب أن تتوقف تلك المزارة بحق الشعب السوري أنا أعتقد أننا أمام تحولات جديدة في المنطقة قد لا تشمل سوريا فقط فإيران تعبس في كامل المنطقة وقد تكون لعملية الحزم في اليمن أيضا نصيب من الدعم الأمريكي لأنها قالت بكلام واضح من أن الحسين يشكلون خطرا على المنطقة وأنهم أدوات إيرانية للعبس والإرهاب في كامل الخليج العرم طيب هذه الكلمة لمندوبة الولايات المتحدة التي أشرت إليها وطالبت فيها روسيا بإيقاف دعم نظام بشار الأسد كيف يمكن لواشنطن أن تتلافى رد الفعل الروسي خصوصا بعد أن قامت موسكو بإيقاف اتفاقية السلام الجوية فوق سوريا أولا علينا أن نكون أمام وقائع من أن كل الردود التي أبداها المسؤولين الروس العسكريين والسياسيين هي عبارة عن عملية رفع معنويات لمحور إيران محور الضاحية الجنوبية نظام الأسد موسكو موسكو تدرك من أنها غير قادرة على مواجهة البيات المتحدة الأمريكية يكفي أن نقول أنها 59 صاروخ تمهوك عبروا أجواء اللازقية وطرطوس وهناك قاعدة أو منظومة S300 و S400 هناك 14 سفينة روسية موجودة في المتوسط ولم تجرؤ على طيرات صاروخ منها وبالتالي اليوم روسيا تبحث عن حماية نفسها لقد قدمنا اليوم وسائق قدمنا من الصور قدمنا من ما يدعم موقفنا من أن روسيا ليست فقط تدعم نظام الأسد أو تحميه في المجالس الأممية وفي مجلس الأمين بل قدمنا الوسائق من أنها قدمت له سلاح الزهرين الذي أثبتنا وجوده داخل قاعدة الشعيرات والذي أتى من روسيا إذا روسيا اليوم تشارك بالدعم السياسي تشارك بالدعم العسكري وتشارك في مجازر استخدام الأسلحة الكيميائية التي ألقيت على خان شيخون نعم طيب مع استبعاد نشوب أي مواجهة ما بين موسكو و واشنطن وانت ذكرت أن البوارج والسفن والقواعد الروسية لم تجروا على إيقاف الصواريخ الأمريكية كيف سيكون عليه الحال في الأرض؟ يعني على الأرض أعتقد أن اليوم هناك مجازر ارتكبت من قبل الطيران الروسي والطيران الأسدي معارض حرمة حرقت بالنابالم اللطامنة ضربت بالفوسفور الأبيض وبالإضافة إلى ريف جسر الشغور بالإضافة إلى ما يحصل في القابون في عربين في معظم مناطق الغوطة الشرقية إذن هناك عملية انتقام من الشعب السوري أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذا التأور الذي تقوم به طيران الأسد وطيران بوتين وأعتقد أن هناك تصرفات أخرى ستكون من قبل إدارة ترامب لا يمكن أن يترك الشعب السوري لكل هؤلاء الإرهابيين في طهران ولقاسم سليماني لا يمكن أن يترك الشعب السوري لعبة ومصير للقتل على يد نظام الأسد وعلى روسيا أن تدرك من أن هناك إدارة جديدة لن تسمح بكل التجاوزات التي كانت تجري في الماضي نعم طيب الرئيس الفرنسي فرانسو أولند طالب باستمرار الضربات الصاروخية الأمريكية على سوريا في إطار وتحت منظومة الأمم المتحدة وعلى مستوى دولي هل بالإمكان هذا الأمر ربما أم سيصددم بفيتو روسي وكيف سيكون على الحال يعني أنا أعتقد أن منظر المندوب الروسي بالأمس في مجلس الأمن كان يوحي بالعطف كما يقال يعني واضح أن بوتين الذي حاول خلال السورة السورية من أن يفك العزلة التي كانت مفروضة عليه لكن واقع مجلس الأمن بالأمس أعطى صورة واضحة أن أوروبا تدعم ما قامت به الإدارة الأمريكية أن الدول العربية والإقليمية أعطت تفويض كامل وموافقة كاملة على الإجراءات الأمريكية وبالتالي أنا أعتقد بوتين لم يعود قادر على التمدد أكثر مما قام به وأعتقد أن الروسيا إذا ما كانت جادة وما كانت واعية للمستقبل فعليها أن تكمح الإرهاب الإيراني عليها أن تكمح نظام الأسد والضاحية الجنوبية وعليها أن تنظر أن المنطقة قادمة على تطورات ومن أن الإدارة الأمريكية سوف يكون هناك تغير في التعامل مع قضايا المنطقة روسيا مدعوة اليوم للتعامل بشكل آخر عليها أن تدرك من أن العزلة ستعود إليها ومن أن ما حصل في شفة جزيرة القرم وفي أوكراينا والعقوبات الاقتصادية بالإضافة للملف السوري سيشكل ضائقة سياسية ضائقة عسكرية وسيشكل ضغط عسكري أيضا على موسكو الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعيد الارتباط مع حلفاء الحقيقيين إن كان عبر المملكة العربية السعودية أو بقية دول المنطقة وأعتقد أن المستقبل يقول من أن المنطقة قادمة على انفراجات إذا ما تبعت ويات المتحدة الأمريكية بنفس النهج أنا أعتقد أن أوروبا ستدعم الموقف الفرنسي الموقف الإيطالي الموقف البريطاني سيدعم ضربات جديدة إذا ما كان هناك تهور آخر من قبل موسكو أو إيران أو نظام الأسر أو على أقل تحريك العملية الانتقال السياسي بدعم من فرنسا وشركائها الأوروبيين شكرا لك العميد أحمد رحال المحلل العسكري من إسطنبول شكرا جزيلا لك